طرق يعني إلى معاناة عندك إلى مضايقات دينو أستنكر الحادث البشع والإجرامي الذي حدث بحق كان القناة بلادي الفضائية مثل ما شاهدتوا ليلة أمس كانت ليلة بصراحة دامية حرق سيارة الأس أن جي التي تقف بصف مقر القناة بلادي الفضائية وكمان انتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي أحد عناصر مكافحة الشغب قاموا بكسر الجام يعني سالوا قابوك كسر الجام جاب كارتونات خلاها جوا السيارة وخلاها في صف الخيمة وتالي احترقت الخيمة واحترق السيارة الأس أن جي ورادوا يقتحمون مقر القناة كما تشاهدون أنه كسروا الجام بس ما قدروا يفوتوا لآخر شيء انسحبوا فإحنا ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي ونحمل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على هذا الفعل الشنيع كونه هو القائد العام للقوات المسلحة اليوم دي نشوف الاعتداء للأسف على الإعلاميين وبالاعتداء وخصوصا أنه قناة بلادي حاولوا اقتحامها حاولوا اعتداء على كوادرها وحرق سيارة الأس أن جي الخاصة بهم نطالب أيضا نقابة الصحفيين نطالبهم حماية قانون حماية الإعلامي يعني إحنا الإعلامي متواجد في التظاهرات الإعلامي متواجد في ميادين القتال وقدمنا شهداء كل الإعلاميين واكبنا جائحة كورونا وفي المستشفيات ومع الأطباء أبطال الجيش الأبيض واليوم مع المعتصمين المطالبين بحقوقهم النقابة الصحفيين إلى غاية الآن لم تبدي أي بيان حول الاعتداءات والقمع والضرب وتكسير الأجهزة أجهزة البث المباشر كما هو خلف التابعة لقناة بلادي وتم حرقها بشكل متعمد وبشكل يوضح أن هناك جندة وغايات وراء هذه الأساليب القمعية قنوات محلية تعرضت لضرب مثل قناة بلادي وقناة العهد الفضائية وباقي القنوات وحتى القنوات العربية كادر قناة الجزيرة الذي تعرض ليلة البارحة أيضا لاعتداءات وضرب تصرف بوحشية مع المتظاهرين ومع الإعلاميين وخصوصا القنوات الشيعية قنوات الاتحاد الشيعي القنوات المتطلحة اشتركوا في القناة